السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بدأ معكم إن شاء الله أول درس في برمجة لغة C طبعا لغة C لغة مهمة تستخدم في برمجة كثير من أشياء مثل الماكويف وتفيزيون أشياء كهيرة دوروا انت حوالك بس وتشوفوش عندك طبعا لغتي أيضا مشهورة في اللغات كثير مبنية عليها لغة يعني بسيطة تعدك إن كده فهمت تتفهم بشياء كثير من أشياء كثير من أشياء كثير كثير عشان كده الجامعات كثير تدرس كسي في البداية تمهد لك طريق لنكتدرس لغات أخرى واللي خلاني إني أبدأ في لغة C لأني بحثت عنها بالعربي ما حصلت شروحات كهيرة عن C فقلت ليش ما أقدم اللي يعرفه أنا لله وساعد الناس فيه يلا خلنا نبدأ في البداية بتحتاج text editor تقدر تستخدم أي text editor مثلا not bad تقدر تستخدم word أي شي تكتب تكست حقك في أي مكان وتحتاج كمبيلر حلو؟ كمبيلر الصراحة يعني ما أعرف كيف أجيبه على الويندوز بالضبط ولا قد استخدمتها الويندوز بس على الماك بحملت Xcode اللي هو هذا بيجيك على طول بيتحمل مع الكمبيلر وخلاص حتى تقدر تبرمج عليه تستخدم text editor حقك Xcode وتشغل عليه أو أنك تستخدم الاتين منه عشان تشغل الكود حقك كل ريحك وبالنسبة الويندوز أنا يعني قد حاولتها ما دربت بس قد حاولت تنين شو أنقل عليه في عندك code blocks code blocks code blocks code blocks يعني حلو كثير برمجين يستخدمونه تدين هذا منقعهم كثير برمجين يستخدمونه توقع إلي حملته على ويندوز أو على ماك بيجي مع الكمبيلر بيجي مع الكمبيلر بيجي مع الكمبيلر هذه نسخة ويندوز توقع تحتاج هذه النسخة عشان يجي مع الكمبيلر وتشغلها على ويندوز أما بالنسبة لماك بيجي مع الكمبيلر أنا أريد أن أجربه وأبدأ أشرح لكم عليه أنا الصراحة أستخدم xcode أو submail submail هذا برنامج تشتري بفلوس يكلف 60 دولار طبعا هم حلوة بيئة حق وخفيف مثل xcode xcode تقيل شوي تستخدم من لقات برمج كثير ايه صح سي ما تقدر تبرمج فيها موقع كثيرا يعني فيه لقات مثل الجافة تكتر تبرمج فيها برامج الكمبيوتر والجوال وشئ كثير والمواقع بسي أغلبها برامج تكون الكمبيوتر حتى يمكن تقدر تبرمج خلالها العاب بعد اه فخلونا نجرب هذه المرة code block معكم اه أنا لا أحتاج الكمبيلر أنا عندي كمبيلر اه زي ما قلت لك إذا عندك ما كنت تقدر تحمل تحمل اه xcode وبيجيو تمانتك نبعها معه اه انتهينا يعني اما لوندوز صراحة اذكر يعني يوم جيت اتجرب واجهتني مشكلات كنت في الكوليج فا ابغى اتجرب ال كود حقي بشغله ما عرفت ما نمتعود استخدامه انك كل كمبيلر كل كمبيلر يفرق من system to system انشان تغلق تحت جوامر بوريكم كيف تشغلتين من على الماك بس وندوز صراحة بشغل اذا عندك تروح تشوف تشوف مقطع احنا نتفكي في جانرال وندوز توقع احسا مقاطع اه طيب انا بوقف الفيديو هنا اتمنى انكم اشرحت لكم اللي تحتاجونه شرح وافع عن عن سي وكيف تستخدمتها ان شاء الله هنا افدتكم هالنقطة والشارح الجايبة ثبت في القد بلوت ونبدأ نبريكم كيف تشغلونه السلام عليكم